عندي سؤال لماذا خلق الله الخلق عندي سؤال لماذا فرض الله تعالى علينا الحج مرة واحدة في العمر عندي سؤال لماذا إخوة يوسف رموا يوسف في البير عندي سؤال لماذا خلق الله المخلوقات عندي سؤال لماذا نحن نتعلم اللغة العربية عندي سؤال الإنسان لا يحس بنعمة الطعام إلا إذا جاع ولا يحس بنعمة الظل إلا إذا لسعته حرارة الشمس وهكذا لا يحس بنعمة إلا إذا فقدها أو رأى من فقدها فأنت إذا رأيت أصم حمدت الله على نعمة السمع وإذا رأيت أعمى حمدت الله على نعمة البصر وأما الأصم والأعمى وسائر أصحاب العاهات فقد ابتلاهم الله تعالى ليختبر صبرهم وإيمانهم فعليهم أن يصبروا على البلاء فإذا صبروا عوضهم الله تعالى بالثواب العظيم في الآخرة قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يا بني لا بد أن نعلم أن الدنيا دار نقص وكدر نطلع إلى الجنة التي لا نقص فيها ولا كدر لا بد أن نعلم أن الدنيا دار امتحان وابتلاء فمن نجح فيه بأن صبر على البلاء فاز في الآخرة بجنات النعيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصبته سراء شكر فكان خير الله وإن أصبته ضراء صبر فكان خير الله عندي سؤال لماذا خلق الله الخلق عندي سؤال لماذا فرض الله تعالى علينا الحج مرة واحدة في العمر عندي سؤال لماذا إخوة يوسف رموا يوسف في البير عندي سؤال لماذا خلق الله المخلوقات عندي سؤال لماذا نحن نتعلم اللغة العربية عندي سؤال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر